انا المغضاة فضو المحمد عمر 24 سنة واسكن بحياة النزهة بعمل كمهندس ميكانيكي والذي تجلو بالعمل الطوع من خلال مساعدة العجز والمسنين لمدة اربع عوام ومن خلال عملكم الطوع أدركت أهمية التبرع الطوع بالدم لأطفال السرطان والمرضى والمحتاجين والآن أتبرع بصورة منتظمة بالدم لمدة عامين لغناعة مني بأهمية ذلك العمل لكل المرضى والمحتاجين فتبرع بالدم بشكل دوري طوعي لصالح الأطفال المحتاجين بالدم والمحتاجين من الناس الكبار برضو على أساس نحاول ننغذ حياتهم في حاجة بسيطة شديدة نقدر نقدم إليهم اللي هي تبرع بإقزازة واحدة مره كله ثلاثة شهور وأنا من هنا سماشي هناك أتبرع بالدم لصالح الأطفال في العربيات المتجولة التابعة لمنقدم أنا طل صبدي عبدالكريم مهندسة معمارية شغالة في شركة إنشاءات هندسية في ولاية الخرطوم كمتبرع طوعي بالدم نشأت على قطيب هذا العمل النبيل من خلال العملي مع مجموعة نحن معاً أجل أطفال السرطان المهتمة بالأطفال اللي عندهم سرطان حيث تعرفت على مدى حوجة الأطفال ديل للدم فقررت مساعدتهم بأنه هديهم دمي كله أربعة شهور وهي دي الفترة اللي بتستطيع خلالها كل أنثة التبرع بدمها طوعياً والحمد لله لحد الآن قرابة عام تبرع بدمي بصورة منتظمة في بنك الدم القومي قسم التبرع الطوعي بالدم هذا العمل خلاني أحتكى بالأطفال بحيث أنه أنا حسيت بحاجتهم المتكرر الدورية للدم فده كان دفعي الأول أن أتبرع بدمي لهم عشان أساعدهم وأخفف عنهم شوية بالسودان لازال مفهم التبرع الطوعي المنتظم بالدم كممارسة صحية دون المستوى المطلوب من حيث معرفة المواطنين بها والفايضة الصحية المرجوة منها لا سيمة بحالة الانتظام عليها سنوياً يفقاً لحسيات بنك الدم القومي يبلغ عدد المتبرعين بالدم 160 ألف متبرع وهذا الرقم بعيد تماماً عما هو مطلوب لسد الحوجة بالدم على مستوى السودان كما تشكل نسبة المتبرعين الطوعيين بالدم وصد كافة المتبرعين ما لا يقل عن 34% وهي نسبة دون النسبة المطلوبة لتأمين خلوة الدم المنغول من الأمراض حيث تشكل نسبة 100% الحد الأمثل موسيقى This year's theme of World Blood Donor Day is More Blood, More Life and it is a call to people to become voluntary non-numerated blood donors WHO is working with the Federal Ministry of Health to contribute towards the goal of increasing voluntary non-numerated blood donors from 34% to 100% in order to increase the safety and availability of blood and blood products Paid blood donors are often from groups at higher risk of transfusion transmissible diseases such as HIV, Hepatitis B, Hepatitis C and syphilis It is therefore important that blood donors are voluntary and non-renumerated and from low risk donor populations Donating blood is not harmful to our health and there cannot be a more rewarding experience than the realization that you have saved the life of a mother in childbirth or a child suffering from anemia due to cancer or a blood disease المدبرعين الطوعيين بالدم المدبرعين الطوعيين بالدم يتبرع بلا مقابل وما بيرجوا من عملي معائد مادي بس هما هما الأوحد يساعد المرضى المحتاجين للدم وهم كتار جدا في السودان كما تتوفر لديهم ميزة ثانية حيث أثبت الدراسات العلمية خلو دماء المدبرعين الطوعيين المنظمين من كافة الأمراض المنقولة بالدم لما يتوفر لديهم من سلوك صحي قوي وبالسودان الآن ما لا يقل عن 316 بنك دم موجودة ضمن المرافق العلاجية بتخدم 39 مليون مواطن وإلى الآن يشكل المتبرعين الأسريين بالدم وهم الذين يتبرعون فقط من أجل إنقاذ أقربائهم العدد الأكبر من مجموعة المتبرعين بالدم إلى الآن يعمل كل المهتمين بخدمات نقل الدم على الارتقاء بمستوجودة الخدمات المقدمة من أجل توسير نقل آمن للدم وهدفهم الأساسي هو رفع نسبة التبرع الطوعي بالدم إلى 100% لقد اتخذت مكاني لكي يلون السودان بدمي فقدمته هدية عن طيب خاطر لكل مريض محتاج فهموا معي لكي نصبح كلنا متبرعين طوعيين منتظمين بالدم فنلون وطننا الحبيب بأغلع ما عندنا أدعوكم جميعا للمساهمة من خلال تبرعكم الطوعي المنتظم بالدم تبرعنا الطوعي المنتظم بالدم سننقذ المزيد من الأرواح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر